عالنت خلية الإعلام الأمني القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة تتاجر بالأثارة فيما أشارت إلى ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة وقالت الخلية في بيان أنه ضمن الخطط المرسومة تواصل قطعتنا الأمنية تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة مغدادة وملاحقة العناصر الأرابية ومرتكب جريمة المنظمة وتجار ومروجين مخدرات والعبثين بالسلم المجتمعي وبتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية وقد نتج عن تلك العمليات القبض على 41 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربع متهمين مطلوبين وفق المادة أربع إرهاب في مختلف قواطع المسئولية بالإضافة إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين قيامهما بجرائم التجارة بالقطع الأثرية وسبأك تعود إلى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها بعد نصب كمين محكم لهما في أحد مناطق الكرخ وذلك وفق معلومات استخبارية من جهاز الأمن الوطني ترجمة نانسي قنقر